بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ان هذا ان شاء الله شرح في يعني اللي هو سيو او تراريار متاع كليو ما عرفش اسمه بالعربية شنوه بالضبط اللي هو يعني يجيه تحت سيارة من الخلف يعني هو اللي يحميها من الخلف ويعني ويشيلها الفوق اللي هو هذا سموه سيو سموه تراريار سموه قاعدة خلفية مش نعطي عليه يعني بسة صغيرة في مكونات وشنو الحالات اللي ممكن تصير فيه هذا ايه هو عنا التراريار اللي هو خلفي يعني القاعدة الخلفية هي تتكز عليها السيارة كلها مع السوستة هنا مع المرسلات مع الدواليب مع كل يجوه في في المكان هذا الدواليب من هنا يعني هذا احيان ان انسان ما ما عرفش انه فيها يعني كوتشوات هنا سيارة بلوك يعني ساعة يخربه وهو ساعات نفسه يتعوج وفيه قطعة هنا يجيه ساعات تتعوج فحبي نعطي عليه فكرة اللي هو هذا هو بالنسبة للتراريار هذا هو يعني ساعة يتعوج فيه سيارة بلوكات هنا فيه طنبور طنبور يعني بتاع الفرامل فيه سيارة بلوكات فيه هناك زونزة كوتشوات اللي هم سيارة بلوك هناك جي سوستة متاعه جي تحت السيارة وفيه هذا النوع هداية ما فيه شيء مش كما نوع البرتنيير والنواع يعني السيارات الحديثة عملهم سمودي احنا فيه ثابت غير متحرك اللي يتحرك هو كامل متحركش بجهة بجهة كمال السيارة القديمة سيارة قديمة كان يتحرك بجهة بجهة توقف السيارات الجديدة كلها عملوه ثابت غير ما يتحرك هذه الساعة تتصيبها حادث في الطريق او يعني تصير فيه مشكلة يعني فما ناس يعني برش يحبوا يصلحه وما يصلحش هذا يساق ما يصلحش يعني إذا كان تعوج من هنا او تعوج من هنا او تعوج من هنا ما تصلح حتى يتصلح ما يجيش مئة في المئة ويسبب بكوارث هذا يتصلح يسبب بكوارث إذا كان تمشي السيارة معاوجها من تالي في اول دورة اول فيراج تنجب تتقلب تنجب تصير لها مشكلة اول قدرها وتموت فيها ارواح هذي اه شنو اللي ممكن يتعوج فيه وتصلح اللي ممكن تتعوج فيه وتصلح هي القطعة هذي هذي القطعة هذي تركب في الهذي اللي ركب فيها الطنبور هذي اللي ركب فيها الرلماء وتتركب باربع بلونات يعني اربع براغي يعني سهل تغييرها هذي احيانا في اول خمطة في السيارة تتعوج هي ما تتعوج تناريات تتعوج من هنا هذي تتعوج كلها اول خمطة ساعة هي هذي نفسها تتعوج طبعا هذي تتغير وحدها من غير من انسان يغير سيو كامل او تناريير كامل او قاعدة خلفية كاملة القطعة هذي تركب في المكان هذي فيها واحدة مليمين واحدة مليصار اثنين يعني يركب فيهم الطنبور يركب فيهم الفرامل يركب فيهم حاجات اللي هما تحتاج لهم السيارة من الخلف من خيط فرامل من سستة هنا منها مرسلات من قاعدة هذي تركب تلمي كل بما فيهم القطعة هذي تركب هنا اول ما تجيز تصير ضربة في السيارة من اول ما تصير ضربة هيك في السيارة من الجم هنا اثنين تجيز ضربة في الكفر هذي او في العجلة او في الدناب هذي الدناب هذي يميل يميح يمين ولا يصار يميل شوية هكا احيانا يسخلوا هو يعني القطعة كلها يعني السيو كامل تعوج لا متعوج السيو كامل له تعوج كان القطعة هذيك في ضربات الخفيفة ووقتي ايش تعوج السيو كامل ووقتي انسان في سيارة تصير لها يعني تتقلب يعني او ضربة قوية من تالي يعني هذيك وقتها تعوج السيو من الخلف اما اذا كان ضربة خفيفة دينام يتعوج هذه اللاكس اللي براه تقول لكم يجي في المكان هذا اللاكس هذا هو بيدو يجي في المكان هذا هو اللي ركب عليه السيارة هو اللي تمشي به هذي هي اللي يدون ركب فيه الكفر ركب فيه العجلة ركب فيه الدناب هو اللي عليه العمدة في كل شيء فاحيانا الضربة كي تجيز مش قوية برشا هو قابل التعويش يتعوج بسهولة ام فنغيره هوا واحدة بركب وانتباع هو تشري باربعة اهusz اربعة لنا selves وتغيرا بنوع هذا موجود منها في اغلبية السيارات وال حديثة اغلبية السيارات الحديثة كل ما موجود فيها القطعة هذه القطعة هذه موجودة في اغلبية السيارة الحديثة يعني كلما يعنيت قطعة واحدة اتباع Vielleichtه هوا سيو اللي هو تناريير قطعة واحدة اتباع كامل وهاذي تتباع قط ارضى كل ما في الامر عندك اربع بولينات هنا موجودين هنا اربع بولينات حتى واحد واحد ينجم يغيرها ما فيه شيء اذا كان بشي يشريه كامل من فراية ساعات يبيعوه كامل تفك الاربع بولينات هذما وتفك فرامل اليد وتفك التيب هذه وتاخذها كامل من عند المستعمل كما هي تاخذها كاملة وتركبها كما هي كاملة هي وطنبورها وفراملها وكل ما فيها وحيانا تاخذ كاملة القطعية نفسها بس تفك الاربع واحد وطبعا تفك الاربع واحد وطبعا من هنا عندك بعد ما تفك العجل تجد هنا كروه هنا كبيرة اظنى سبع عشرين او تسع عشرين او ثلاثين حالك من هيك هذه تفكها وتجبط الطنبور متاعك سحط على جنب وحتى في تركيبة سهلة لو ما يحتاج يعني صعوبة كبيرة لان بعد ما تفكه هو بعد ما تفكه من مكان الذي هو هذا باربع واحد فما لنوع جاي من داخل فما لنوع جاي من بره يعني البونات من تاع بعد ما تفك هذا يخرج معك الطنبور من مكان هذا وبعد ما تفك انت هذه الاربع واحد القطعة اللي هي نسموها الفلاسكا او الحاملة متاع اللي تحمل الفردوات تخرج معك عادي ما فيها شيء يعني سهلة مش صعوبة اللي هي هذه القطعة هادي القطعة هادي تخرج معك عادي ما فيها شيء يخرج معك عادي اللي بعد ما تفك انت الاربع واحد كما هذا في الكليو يجو من خلف البونات وكل شيء تخليها راكب ما غير ما تفك للسيول برا كل شيء تخليها راكب زي ما هو فقط ترفع السيارة الفوق وتفك الدولاب تفك العزلة تفك الكفر وتشيل الطنبور هادي من مكانه والهدية القاعدة هادي تشيلها ويخرج معك هذا عادي ما فيه حد شيء يتغير وحدك وتساهل بصورة اما ما فيه حد شيء وهو نفس يعني موجود منه في سيستم طنبور ويPHARE يعني سيستم في سيارات كل سيارة ملاحة يعني فيها اللي فيها فرامل يعني فرودة من تالي فكشور وفهم اللي فيها لباتن اللي هو لباتيت نتعد الفرامل كما هذا فيها باتان وفيها ديسك فرامل الباتن وديسك فرامل يعني هذا زينا الجميع نفس الشيء ونفس الحالة تتغير كيف كيف التي تفكك مع انا من الربع بونات متاع تفكة من فيها حد شيء يعني انها تأخذها من الربع بونات فضمة تنحي طبعا تنحي تري وتنحي الديسك متاع الفران تنحي هذه الحاملة بتاع الباتانات وتنحي الديسك متاع الفران وتنحي بدا هو عادي زي سيستم طنبور او سيستم الباتان كلهم كيف كيف في نفس الشيء هذا هي سيستم طنبور سيستم في ديسك فران كيف كيف تفك الاختار وتضرب الاختار وتأجي اكروه هنا تخرج بالرلمان ولا تخرج بالرلمان ولا تخرج بالرلمان وحتى اذا كانت كثيرا لا يوجد دائما تبدل الرلمان بيلي أو كوشينتي أو الرلمان لا يوجد دائما تغييرها لأنها لا تتعاون مع الاكس الا اذا كانت تكثرت اذا كانت تكثرت الرلمان طبعا لا تتغيرها اذا كانت تكثرت الرلمان لا يوجد دائما تغيرها تغير القطعة هذه هي التي تتعوش طبعا تكون واضحة وقت الانسان يضعها قدامه وتثبت فيها وتكون انت واقف عليها مسنطر تبالك فيها ميول على الاسار تقوم بالتعاون يعني عندما تبالك فيها حتى تكون عوجة يعني الميول يبدأ بظاهر ليس صعيب وتغيرها سهل جدا لا يوجد حتى مشكلة يعني كنت تقف قدامها وتشوفها هكت تشوف العوجه إذا كان فم عوجه تشوف إذا كان فم ميول تشوفه يعني سهلة العملية مش صعوبة برشا يعني تبدأ واضحة وتتغير هي وحدها وتسكر سيارتك وتشوف وبعد إذا كان فم عوجه جعل زي ما هو وقتها تأخذها الذي يأخذ عند البراليزم يثبت لك السيارة أو السيارة السيارة الخلفي فيها عوجاج ولا لا هذه بصورة تم يعني لا يوجد شكلية كبيرة وهي خاطر القطع هذه تغيرها المفروض تمت العملية بنجاح لكن أحيانا يقعد فيها عوجاج في الحالة هذه وقتها الترارير هو المعوج ليس الخطع هذه فقط لأن هذه الخطع هذه أحيانا تأخذ معها المكان اللي تركب فيه أحيانا تأخذ معها المكان اللي تركب فيه أحيانا تأخذ معها يعني يميلي معها إذا كان ضربة أقوى من العادية هذا يميلي معها لا يوجد داعي لتصليحها تصليحها يعني تصليحها يغش نفسها أو غيرها يعني ما يجيب حتى نتيجة كان الضرر أكثر من الصلح يعني السيارة تولي تثابتها في الطريق وتولي خطر على سائقها وممكن في أي لحظة تعمل كارثة حادثة أو حوادثة قاتلة إن شاء الله تنفعكم هذا كما هيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر